لما نيجي نفصل ده على مصر نتكلمت بشكل عام لأن السلفية حتى الحركية دي بشكل عام في العالم العربي تلاقي مخسمة إلى جزءين هتلاقي جزء منها بأفكار سيد قدب وتؤمن بالعمل الديمقراطي لكنها مؤمنة في ذات الوقت بعالمية السلفية بيعملوا تشكيل سلفي اسمه مساع تشكيل الدولي زي تنظيم الدولي للإخوان والله يباكلم أجل اللي هو مسكو علي السويدي وهتلاقي حاكم المطيري وغيرهم من الشخصيات دي وسلفية بنفس الطريقة السلفية الحركة دي بنبسقة منهم اللي هي بتؤمن بأنها جواز العمل السياسي عن طريقة ديمقراطية لكنها لا تؤمن بالصدام المسلح لا زي مثلا سلفية المرحوم عبد الرحمن عبد الخالق في الكويت وهذه السلفية هتلاقي دي تشكيلات دي كلها عندنا في مصر موجودة السلفية العلمية التقليدية دي هنبسق منها السلفية الإصلاحية إصلاح المجتمع زي سلفية الشيخ محمد عبد ومحمد رشيد رضا تلاقي السلفية بعد كده السلفية اللي هي الحركية محمد عبد المقصود الوقف في الاستاذ وقال لك سوريا ها أيام لبيك يا سوري لبيك يا سوري وهتلاقي السلفية اللي هي مؤسستية أنصار السنة والجماعة الشرعية السلفية التعبدية جماعة التبليغ محمد عبد العظيم وممكن تحط مع السلفية الحركية الجماعة الإسلامية تحط تحت الكلام ده كله السلفية المدخلية أو المدخلة أو السلفية الجامية دي اللي هو نسبة الربيع بنهاد المدخلي دول السلفية اللي هما بيقول لك سلفية طاعة السلطان ودول بيبدعوا العمل السياسي بيبدعوا عمل الحزبي والجماعات أن كل هذه هي بدعة بدعة لكن في ذات الوقت هما في الفترة أخيرا حصل لهم تحولات كده بس برة مصر مش جوة مصر تلاقيهم في ليبيا شالوا السلاح فالجزء اللي هو في طرابلس شال السلاح ضد الجزء اللي هو موجود في بنغازي وعلى أساس ده هنا سلطان وهنا سلطان في اليمن برضو شالوا السلاح وتحولوا عن المنهج بتاعه في كل هذه السلفيات هتلاقي القواعد العقائدية واحدة يعني الرجوع للحديث والرجوع للفقه اللي هو الفقه المتشدد في الفقه ظاهر النصوص والفقه النصوصي التراث واحد يعني التراث الدين بيغضوه من شكل واحد العقدي بشكل واحد كلهم متفقين في القواعد الأصولية يعني كلهم متفقين لكنهم بيختلفوا مع بعض معارك طاحنة حتى جوة الطيار المدخلي نفسه هتلاقي الشام البيالي غير الشيخ رسلان غير غير كله بمعارك على مثلا أشياء في التراث قديمة جدا وكله بيبدع كله هتلاقي السلافية الحركية مثلا رغم أنهم حركيين ومؤمنين بتغيير الأنظمة وهذا الكلام كله تلاقي مثلا السلافية الجهادية ممكن أن هي تكفرهم أو أن هي تبدعهم السلافية الجهادية أنواع كتيرة جدا فتلاقي السلافية الجهادية دي مثلا انبسق منها تنظيم القاعدة وانبسق داعش وداعش كفر القاعدة والقاعدة تبدع داعش فهو رغم أنهم الأصول واحدة وبيكتسبوا من شيء واحد ومنبع واحد وطريقة واحدة لكن كلهم في خلافات لكن هم مجتمعين على نفس القواعد فهي ولذلك هم مرحلة وسيطة هذه القواعد هي مرحلة وسيطة لما تيجي سواء مداخلة أو سواء سلافية علمية أو سواء سلافية مثلا إصلاحية أو سلافية مثلا مدأة من السلافيات المتنوعة الأخرى الحركية أو غيرها أتلاقيهم بينتقلوا من هذه السلافية إلى ممكن السلافية الجهدية عندنا برضو الدعوة السلافية نسيت أتكلم عن الدعوة السلافية لينبسق منها حزب النور ودي برضو طيار سلافي مع ذاته هو يعتبر سلافية حركية لأنه هو مؤمن بالعمل الجماعي مؤمن أنه يكون له مؤسسات وقيم اللي هو محمد عبد الفتاح أبودريس ومؤسسات خضيعة وكينات دعوية وكينات اقتصادية وهكذا لكن هي مراحل يعني كل السلافية فيهم شايفة أن الأمر في تغيير المجتمع قد يكون من الأسفل وهذا التغيير السفلي له مراحل أو تغيير من الأعلى اللي هي السلافية الجهدية فهو بيلتقوا هما الاتنين في النص هنا في أنه لابد من تغيير المجتمع عبر الرجوع للفترة التأسية الأولى شكرا